السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا ثامن ان شاء الله رح نشرح درس تربية وطنية اللي هو عندنا المسائلة المسائلة اول شي رح نقرأ هنا عندنا مثال حصل طالب في الصفة الثامن على علامة متدنية في الاختبار وعندما علم والده بعلامته استفسر عن سبب تقصيره هل يمكن مسائلة الطالب عن اداءه في هاي الحالة نعم يمكن مسائلته عن علامته بالذات إذا كان وارده ما الغاية من سؤال الطالب في هذه الحالة ممكن معرفة نقاطه ضعف اسباب تقصيره في الامتحان السبب تتلني علاماته إذا ما كان فاهم المادة أو عنده مشكلة فيها كيف يمكن أن يعمل الطالب على تطوير اداءه في المدرسة ممكن الانتباه للدروس السؤال للأستاذ في حال عدم معرفة اشي أو عدم فهمه لأي سؤال الدراسة أول بأول هاي كلياتها ممكن أن تحل مشكلة أو تطور من اداء الطالب في المدرسة هلأ رح نحكي عن مفهوم المسائلة وأهميتها دائما يعمس أول ما تشوف المسائلة بدك تحط عندك كلمة تحمل مسئولية يعني أنت إنسان مسائل إذا أنت تحملت مسئولية إشي معين ورح تنسأل عنه فإذا المسائلة هي تحمل المسئولية هلأ المسائلة يعمس مفهوم شامل ولكل إشي بجوانب الحياة موجود فيه سواء وظائف عامة أو خاصة ويقصد بها تحمل مسئولية جميع احترام الالتزامات يعني أنت لما تتحمل مسئولية شي لازم تحترم هذا الشي والوصول إلى النتائج التي يكون الإنسان مسئول عنها في مدة زمنية محددة مثلا أنا كلفتك بوظيفة معينة أنت لازم تتحمل مسئولية هاي الوظيفة تحترم بكل الالتزامات المفروضة عليك والقوانين توصل لنتيجة اللي أنت الشيء المسئول عنه في مدة زمنية محددة فهذا هو يعتبر المسائلة وتشمل أيضا المسئولية الشخصية عن أوجه الغصول هلأ المسئولية بتمنح الحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين يعني بتمنح الحق لأهلك لعائلت المسئولية بمنح الحق لمديرك للمسئول عنك أنه يسأل عن تصرفات أو تصرفات الآخرين وبمنح الحق للإنسان الذي يساءل أنه يشرح وجهة نظره ليش عمل هذا السلوك أو ليش يتصرف بهذا الأداء هلأ مبدأ المسئولية يتطلب أنه يوجد وضوح في كل ما يأتي لازم هاي الأشياء الثلاث تكون واضحة قبل ما أنا أعطي مسئولية لأي شخص أول شيء لازم أهداف العمل تكون واضحة عندي اثنين مهام القائمين على العمل شو المهام المطلوب مني مش أنا أحملك مسئولية بدون ما أشرح لك شو أنت مهمتك فيها ثلاث مسئوليات الرئيس والمرؤوسين لازم يكون في عندي رئيس ومرؤوسين معروفة مسئولياتهم ويساءلوا عن هذه المسئولية هلأ في عنا أنواع المسائلة المسائلة لها أكثر من نوع في أكثر من جانب جوانب الحياة هلأ قبل ما نحكي عن أنواعها المسائلة هي شيء ضروري لحياة الإنسان ولازم يكون في كل حياة فرد منه كل شخص قاعد يحضرني هلأ لازم يكون عنده مسائلة ليش؟ لأنه هذا الشيء بنعكس أثره على الفرد والمجتمع بنعكس أثره بشكل إيجابي أنت لما تتحمل مسئولية هاي الأشياء أنت رح نعكس شيء إيجابي رح تنظم حياتك وتعرف وتعرف الأشياء المطلوبة منك هلأ أنواع المسائلة همي عندنا هنا موجودين خمس أنواع أول شيء المسائلة المتعلقة بالفرد نفسه يعني أنت كإنسان مسائل مسائلة عن إيش؟ عن الضمير للإنسان أنت ضميرك إيش بتعمل أشياء لما يأنبك ضميرك على فعل إشي مش كويس مش منيح حد يعتبر شيء من إيش من أنواع المسائلة فالمسائل متعلقة بالفرد نفسه تمام نين المسائلة الصادرة عن الأسرة أو العائلة للإفراد يعني أسرتك أو عائلتك لازم تكون مسؤولة عنك وتحاسبك على أعمالك فإذن يجب على الوالدين مسائلة أبنائهم ومحاسبتهم وهي تعتمد على المتابعة الأخلاقية لهم ومدى ابتعادهم عن الأعمال المرفوضة أخلاقيا المسائلة الثالثة هي من المجتمع بصورة عامة للفرد إيش؟ كيف المجتمع بيكون مسؤول؟ ترتبط مدى ثقافة المجتمع ورغبته في مسائلة أبنائه وتعميق المسائلة في نفوسهم وهي تعتمد على المتابعة الأخلاقية لأفراد المجتمع يلازم المجتمع أو الدولة أو أحد المسؤول عنه يعتمد على المتابعة الأخلاقية لأفراد المجتمع هذا يعتبر نوع من أنواع المسائلة رابعا المسائلة العامة من الدولة اتجاه أفرادها يعني الدولة كيف هي بتكون مسؤولة؟ اتجاه أفرادها بتكون المسئولية هون نوعها أنه تلتزم الدولة بمسائلة الجميع دون استثناء دون تمييز وترتبط بمدى تفعيل قانون وتطبيقه على أفراد المجتمع أنه هي فعلا بتطبق جميع القوانين على أفراد المجتمع بدون تمييز أو تفريقة آخر شي عنا هي المسائلة من الجهات الرقابية حسب القانون هذول همي عنا هون أنواع المسائلة لما يكون بالفرد في الأسرة في المجتمع في الدولة أو من الجهات الرقابية حسب القانون العوامل المؤثرة في عملية المسائلة في أشياء بتأثر عندي في المسائلة شو ممكن يأثر علي؟ أول شيء وسائل إعلام ودورها في تعزيز المسائلة والمراقبة يعني وسائل إعلام لازل يكون إلا دور رئيسي في تفعيل هذا الشيء في تعزيز المسائلة في الأفراد في تفعيل الرقابة على كل شيء ثانيا سيادة القانون إن القانون إذا ما كان ماشي على الجميع ما بيكون أنا عندي مسائلة نفسي وما بلتزم بهذه القوانين ثلاثا استقلال القضاء يعني السلطات القضائية لازم تكون مستقلة لوحدها مسؤولة عن هذا الشيء ومراقبة أربعة تطبيق الديمقراطية وفصل السلطات في الدولة خمسة وجود أجهزة رقابية وإدارية إحنا إذا ما كان عندنا رقابة وإدارة فاعلة ومراقبة لهذه الأشياء هذا الشيء ما بيفعل عندي عملية المسائلة وبيخرب عندي في تفعيلها هدول هم عندنا العوامل المؤثرة في عملية المسائلة حفظ ثلاث نقاط آخر شيء عندنا هنا رح نحكي عن فوائد المسائلة ليش المسائلة مفيدة وإحنا بنحتاجها وهي ضرورية للمجتمع شو إيجابيات أول شيء في عنا هنا تطوير العمل باستمرار ما يحقق نتائج أفضل إذن المسائلة عندي بتعمل على تطوير العمل باستمرار لإني مسؤولة عن عملي رح أنسأل عنه فأنا مضطر إني ألتزم بعملي وإني أنفذه بأكمل وجه نين تحقيق العدالة في العمل بما أنه في مسائلة وفي مراقبة إذن أنا بيتحقق عندي العدالة في العمل بقدم الخدمات بصورة عادلة للجميع ثلاث نشر النزاهة في العمل والابتعاد عن الأعمال المرفوضة أو الخارجة عند القانون أربعة تسهم في الحفاظ على المؤسسة قائمة ومستمرة في عملية أداؤها دورها في المجتمع لما أنا يكون عندي كل فرد في هاي المؤسسة مسؤول عن عمله وينسأل عنه ويراقب فيه هنا بيكون عندي بنحافظ على هاي المؤسسة قائمة ومستمرة بيؤدي إلى تطويرها وتفعيلها بشكل دائم هيك بيكون انتهى درسنا لليوم اللي هو درس المسائلة لازم نعرف عوام المؤثرة في المسائلة فوائدها تعريفها وأنواع المسائلة أي سؤال عندكم ابعتولية وعندكم هنا يا مسحل الأسئلة واجب صفحة 46 ويعطيكم ألف وعافية ترجمة نانسي قنقر